السلام عليكم مرحبا بكم في قناة فضاء السيارات نفعية بالمغرب فيديو اليوم متميز أو مختلف بحيث أجدنا على مراجعة السيارات النفعية والشاحنات لكن في هذا الفيديو أن تطرقه لأتمينات شاحنات الميتسوبيشي متصدرات المبيعات ببلادينق ميتسوبيشي لمعروفة في استراتيجية تسويق ديل سياراتها وشاحناتها أنها كتتركز على خاصية القيمة مقابل السعر بحيث كتتحاول تطرح تمان منافس للغاية مقارنة مع باقي أتمينات المنافسين وكذلك كتوضع جودة وتجهيزات أيضا تنافسيين رجوعا إلى شاحنات الميتسوبيشي لكي ينقسمه لجوج مجموعة مجموعة الكونتير أو الـ F-E ومجموعة الفايتر نبدأ بأتمينات مجموعة الشاحنات اللي جاءوا في المجموعة الكونتير نجد شاحنات الكونتير صاحبات 3 طن ونصدار وطناج فنسخة القسارة ديالا شاسي كابين كتبدا من 27 مليون أما النصخة طويلة ديالا شاسي كابين كتبدا من 28 مليون إخوة المشاهدون أشير أن هذه الأتمينات تعتسي أي تهم أصحاب الصيفة الذاتية كل فلاحة وتشجار غير مهيكالين أما أصحاب الصيفة المعنوية أو أصحاب الشركات أتمينات المخصصة لهم تكون أقل مما ذكر 20% وكذلك عن طريق سواء مستارات السرجاء الضريبي أو مستارات لا مختص من التي تتم عبر الكتابات المحاسباتية للشركة أو الخاصة بالشركة والتي تمتد لخمس سنوات كما أشير أن الأتمينات المذكورة بهذا الفيديو فهي أتمينات تقريبية بحيث يمكن النزول أو الارتفاع مع الوقت لذلك يجب أخذها من باب الاستئناس فقط أما من يريد الشراء فمن الأفضل أن يسأل أيضا عند الموزع خصوصا أن الفيديو سيضل باليوتيوب لأشهر عديدة يحتمل أن يتغير التامن بها مستقبلا لذلك أعيد في الأتمينات المذكورة لاستئناسي فقط وليست معتمدة معتمدة أفواً وذلك كما أعودنا الإخوة الكرام المشاهدين على مصداقية القناة وحفاظا على صورتها رجوعا إلى الأتمينات كنوصل لتمنى شاحنة الكونتير مولاة 7.5 طن فشاسي كابين قسيرة كتبدا من 35 مليون أما الطويلة ديالها كتبدا من 38 مليون أما أكبر شاحنة بمجموعة الكونتير هي صاحبة 8.550 كيلوغرام فالقسيرة ديالها كتبدا من 40 مليون ونصف والطويلة كتبدا من 42 مليون هذا فيما يخص المجموعة الأولى الخاصة بشاحنات الكونتير نصل الآن إلى مجموعة تانية اللي بها شاحنات أكبر أي شاحنات الفيتر بداية مع شاحنات الافكا صاحبة 14 طن طار وطناج فالنصفة القسيرة ديالها كتبدا من 55 مليون والطويلة ديالها كتبدا من 80 مليون ثم شاحنات الاف ام صاحبة 17 طن عفوان 17 طن فقط طار وطناج نصفة القسيرة كتبدا من 68 مليون والطويلة كتبدا من 69 مليون وأخيرا الشاحنة العملاقة الاف اين اللي معروفة بجوج ديالي اللي سيوات في الخلف وصاحبة 24 طن طار وطناج فالتمن ديالها بادي من 70 مليون ونصف وبهذا نكون وقد شارفنا على نهاية الفيديو اليوم مرحبا بارائكم واقتراحاتكم بالتعليقات كما نرحب باسئلتكم لا تنسوا مشاركة الفيديو مع من يهم الأمر من معارفكم دمتم في أمان الله وحفظه سلام